بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأسعاد محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا سيكون موجه للصف الثاني التأهيلي الفصل الدراسي الثاني وعنوان درسنا لهذا اليوم الحث على العمل الجزء الأول تعريمات هامة أولا يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن أختار المكان المناسب للتعلم بعيد عن أي شيء يشغلني عن الدرس مثل إيش؟ مثل الأصوات المرتفعة، التلفاز، الآيباد، الجوال، الألعاب، مثل العرايس، مثل كرة القدم كلها تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس يا أبطال جرستي يجب أن تكون في مكان مريح وهادئ لا ننسى يا أبطال الكتاب والقلم يجب أن تكون موجودة لدينا مهم جدا أن يكون الكتاب موجود لدي والقلم حتى نستطيع متابعة عناصر هذا الدرس وحل الأنشطة التي فيه إذن لا ننسى يا أبطال مهم وجود الكتاب لديك ولا ننسى في الأخير متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته وتابع هذا الدرس حتى نصل إلى نهاية هذا الدرس يا أبطال انتفقنا على ذلك؟ إذن لنبدأ على بركة الله تأكدوا من غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير بار كود الذي سنستعرضه بعد قليل الهدف العام لدينا معرفة الحث على العمل الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه بشكل صحيح الدرس الخامس عشر الحث على العمل صفحة الدرس هي 61 إذا لم يكن لديك الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البار كود و سيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي الدرس الخامس عشر الحث على العمل الحث على العمل ما الذي تفهمه من هذا العنوان لهذا الدرس؟ الحث على العمل الحث يعني التشجيع يشجع الناس على ماذا؟ على العمل أنه يعمل أعمال يكسب من خلالها ما يعف فيه نفسه عن السؤال و سؤال الآخرين و يستطيع الانفاق على نفسه و على أهل بيته إذن الحث على العمل التشجيع على العمل و كسب الرزق هذا الحديث يدلنا على هذا العمل و هذا الفضل عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده إذن يا أبطال من خلال هذا الحديث نشاهد هذا الإرشاد من نبينا محمد عليه الصلاة و السلام إلى أن يأكل الإنسان من عمل يده يعني أن يقوم بعمل أشياء يكسب من خلالها يكسب من خلالها ما يعف فيه نفسه عن سؤال الآخرين و ذكرنا في دروس و بينا أن أنبياء الله عليهم الصلاة و السلام كانوا يعملون بالعديد من الأعمال مثل الخياطة و النجارة و نبينا محمد عليه الصلاة و السلام كان في التجارة و رعي الغنم نبي الله داود كان صانع دروع كل هذه لأنهم يريد أن يعمل و يعف نفسه عن سؤال و يعف نفسه عن سؤال الآخرين معنى كلمة قط في الحديث و هي ما أكل أحد طعاما قط يعني ما فيه أبدا يعني إن الإنسان يأكل طعاما قط أبدا خيرا من عمل يده يعني ما يحصل عليه بكسبه و اجتهاده يعني ما يحصل عليه بكسبه و اجتهاده يعني على سبيل المثال من يقوم مثلا بالخياطة لو أن الإنسان يقوم بالخياطة و صناعة و خياطة الملابس ثم يقوم ببيعها بعد ذلك يكسب من خلال عمل يده من يقوم بالزراعة و ينتج كذلك هذه الثمار بعد ذلك يقوم ببيعها بعد التوكل بالتأكيد الله سبحانه و تعالى يقوم بهذه الأعمال من خلالها بعد ذلك يكسب هذا الكسب و يقوم أحيانا بهذه الأعمال و التجارة مع بعضها البعض بعد ذلك يكسب المال عندما يكسب المال هذا المال هو يعني نستطيع أن نسميه يعني أهم شيء في الحياة يستطيع الإنسان من خلاله أن يصرف و يعيل نفسه و يعف نفسه عن سؤال الآخرين ما أستطيع أمشي فقط و أقول الله يرزقني و لا أعمل مثل هذه الأعمال لا أعمل بزراعة و خياطة أي عمل الأسر المنتجة الأعمال التي تقوم بها هذه كذلك من الأعمال اليدوية التي يقوم بها الإنسان ليكسب من خلالها الكسب يعني أي عمل hogy أكسب mucho لو أم مبلغ بسيطة الآن من هذه الأعمال البسيطة خمس ريال معها خمس ريال و يصبح لدي مبلغ عالي أو أعمال من خلالها وقت طويل و أجني من خلالها مبالغ عالية كذلك كل هذا عمل اليد لي فيها الأجر العظيم من الله سبحانه و Spotify لأنني أقصد بهذا العمل أني أعف نفسي عن سؤال الآخرين و أني أكسب من خلاله الكسب الحلال و الرزق الحلال من خلال هذه الأعمال التي أقوم بها إذن بعد فهمنا لهذا الحديث نريد أن نقرأه مرة أخرى و نفهم هذا المقصد و هذا المعنى لهذا الحديث يعني من عمل يده لم نقصد أنه مثلا عندما يقوم بعمل طعام بيده و يقوم بأكله المقصود الكسب و الرزق الذي يقوم فيه إذن عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما أكل أحد طعاما قط ذكرنا قط و ما معنى أبدا يعني خيرا من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده لا يطلب الآخرين أعطني خمسة أعطني عشرة أعطني مية لا هو يقوم بالعمل و الكسب و من خلال ذلك ما يحصل عليه بالكسب و الاجتهاد و عمل يده هو يقوم بعد ذلك بالإنفاق على نفسه من هذه المبالغ التي يحصل عليها إذن هو لا يسأل الآخرين أعطني ريال أعطني ريالين أعطني خمسة أنا أحتاج لهذا المبلغ لا هو يحاول أن يعمل و من خلال هذا الكسب فإنه يقوم بعد أن يكسب هذه المبالغ يصرف فيها على نفسه و كذلك على أهل بيته من خلال هذا الكسب الحلال من خلال هذا الكسب الحلال إذا كان من أعمال شريفة و مهنة شريفة فإن له فيه الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى إذن دائما أحرص على هذه الأعمال إذن الحديث يدعونا إلى ماذا؟ ديننا العظيم يحث على العمل و الاجتهاد و نبذ البطالة و الكسل إذن يجب علي دائما أن أعمل و أجتهد فديننا يحثنا على ذلك و ينبذ البطالة و الكسل يعني ما أقول أنا جالس و أبي الفلوس تجيني لا أنا أحاول أن أتعلم شيء و أحاول أن أتدرب عنه أن أقوم بالكتابة مثلا على الكمبيوتر بشكل سريع و أعرف كيف أقوم بمعالجة و تحرير النصوص هذا و أكسب من خلال هذا العمل أي عمل أنا أحب و أستطيع القيام به فأني أقوم به و أكسب من خلاله فإن ديننا يحثنا على هذا العمل و القيام بمثل هذه الأعمال رتب الله سبحانه و تعالى على تكسبك و عملك و استغنائك عن سؤال الناس الأجر العظيم و الخير الكثير و جعله من خير ما أكلت و جعله من خير ما أكلت مرة أخرى يا أبطال نركز جيدا رتب الله سبحانه و تعالى على تكسبك و عملك و استغنائك عن سؤال الناس الأجر العظيم و الخير الكثير و جعله من خير ما أكلت إذن أنا أكسب المال أكسب المال يعني يتجيني فلوس من خلال هذا العمل و أستغني عن سؤال الناس و يكون لي في هذا الأجر العظيم يعني أنا أقوم ببعض الأعمال أي عمل أقوم فيه حتى و أنا أكسب منه المال و أكسب منه التجارة تأتيني فلوس من هذا العمل حتى فلوسه يجيني أجر عظيم حتى في الآخرة إذا عملت بعمل يدي من أي عمل أعمل مثل ما ذكرنا مثل زراعة خياطة تجارة رعي غنم كتابة على الكمبيوتر تصميم كل الأعمال التي أقوم بها و أتدرب عليها أو أي عمل أقوم بها الأهم لا أجلس لا أجلس في مكاني و أريد المال أن يصل إلي أقوم بها فإن لي كذلك بها الأجر العظيم يعني أنا أكسب هذه المبالغ المالية و لي فيها الأجر العظيم لأنني إذا نويت أني أكسب من هذا العمل الكسب الحلال الذي أنفق فيه على نفسي و على أهل بيتي و على كذلك من أحب صور كسب اليد كثيرة و متنوعة و تختلف حسب الزمان و المكان مهم جدا أن نعرف هنا حسب الزمان و المكان منها البيع و الشراء و الزراعة و الصناعة و أعمال الأسر المنتجة كلها صور من كسب اليد التي يمكنني القيام بها إذن بإمكاني لا أجلس في مكاني و أبحث عن هذا يعني أجلس في مكاني و أريد هذا المال يأتي إلي و أريد هذه الأعمال تأتي إلي يجب علي أنا أن أحاول أن أتعلم يعني أتعلم أي عمل أستطيع القيام به أنا أستطيع القيام به مهمة كتابة على الكمبيوتر عمل نوع معين من الأكلات و القيام ببيعه أي عمل أقوم به تصميم بعض المنتجات و القيام ببيعه أي عمل الأهم أن أتعلم و أسعى إلى ذلك و حتى كسبي للمال من خلال هذا العمل و التجارة التي أقوم بها فإني لي فيها الأجر العظيم أكسب مال و لي فيه أجر عظيم من الله سبحانه و تعالى لأنني بذلك أعف نفسي عن سؤال الآخرين و لا أطلبهم المبالغ و الفلوس و لكني بالتوكري على الله و اعتمادي على هذه الأشغال و أن يرزقني الله سبحانه و تعالى بعمل يدي هذه الأرزاق و هذه المبالغ و من خلال هذا العمل فإني لي الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى إذن يا أبطال لا ننسى أن نطبق ما تعلمناه في هذا الدرس من تطبيق لأن أحاول أن أجد شيء أقوم أنا أعمل به يعني أحاول أن أعمل أي شيء أتعلم أي شيء من خلاله أستطيع الكسب الأهم جائز و مشروع و يجوز فعله فأنا أتعلمه و أقوم بتطبيقه و أتدرب على هذا العمل حتى أكسب هذا الكسب الحلال إلى هنا يا أبطال أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات و الاستماع و المتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله و تعالى طبتم و طابة أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته